القراءة بتاعتك يعني انا شايفة لبعضكم ممكن القراءة العاطفية بتحتمل عكسية القراءة لكن ما تحتملش الخطأ اطلاقا ممكن يكون شخص فقط ومش موجودة حلان اسمعني حضرتك في فيديو ثاني لكن انها تكون غلط مش ممكن ابدا تكون غلط عشان نبقى مستفقين لكن ممكن تكون الطاقة بتاعتك مش موجودة حلال وتكون موجودة معي فكراءة تانية ان شاء الله اه بعض دقاء انا شايفة انت بتمشي من علاقة او يكون الطرف التاني هو اللي بيمشي بينسحب من علاقة لكن ايا كان انت او الطرف التاني اللي ماشي ماشي هو زالين ماشي وهو حزين يعني مش ماشي منتصر مش ماشي فرحان اه مش ماشي ورايح على حاجة تانية لا فيه زال وفيه حزن كبير جدا وفقدان واه احساس احساس بيتني يعني احساس اللي ماشي من العلاقة هو احساس وحش جدا سواء انت ممشيت او الطرف التاني هو اللي ممشيت اه اه شايفة شايفك لما مشيت او الطرف التاني اللي ممشي هو حذر جدا على نفسه اه اه مش عايزي تكلم اه ممكن تكون عاملت بلوك في كل حاجة واقفت اتصال واقفت عامل تماما مع الطرف التاني اه اه وحاليا اه انا شايفة حيرة اه حيرة ممكن تكون بين شخصين ممكن تكون انت قدامك عارضين او تكون بين رأيين انك ترجع للعلاقة او ترجع للشخص او تكمل في العلاقة او انك تنسحب منها الحيرة دي نسبب لك اه حمل كبير جدا عليك يعني انت اه هي مش حيرة عادية او انت حاسس فيها ان القرار مش هيكون عادي ومش هيكون سهل لذلك انت عندك اه اه يعني ضجوط كبيرة اوي ممكن تكون كمان بعضوكو عنده مسئوليات تانية اه مش بس الاختيار العاطفي يعني يكون عنده مسئوليات تانية مؤثرة مؤثرة عليه اه ومسببان لضجوط كبيرة اوية حياته كمان ما خليه مش شايف ويس يعني ما خليه مش قادر يمشي طريقه كويس ما خليه مش شايف اه الامور بالنسباله بوضوح رغم ان هو قدامه يعني ممكن اقولك انك قدامت يعني حاجات كويسة كتير لكن بسبب الضغوط والحمول اللي انت شايفها اللي انت شايلها انت مش شايف ده قدامك اه شايفة كمان في اه يعني قلبه مكسور اه شايفة اه حد الجرح حد تخدع اه ممكن يكون ده سبب ان انت مشيت اه او الطرف التاني مشي في قلب مجروح مكسور مخدوع جامد اه يعني اه انت انت حاليا في الفترة حاليا انت بتتقلم قلم شديد سبب الحمل يعني السببين جميع بعض السبب الحمل الكبير اللي عندك هو السبب القلب المخدوع او المجروح ده اه ممكن كمان يكون عندك احساس انك انت اصرعت او تهورت في حاجة او انت غلطت في حاجة اه 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 او انت اه في امور ما حسبت اللهاش يعني فيها علاقة انت دخلت فيها ممكن تكون دوم ناستك شوية على تصرفات انت عملتها اه ممكن يكون حصل كلام جارح في العلاقة دي ممكن يكون حصل تجريح اه يعني حصل اه اه كلام من احد منك او من الطرف التاني اه بسبب تهور بسبب اه يعني حاجة انت معملتش حسابها او الطرف التاني معملش حسابها حصل تجريح واللي بعد كده يعني حصل اه هدم للعلاقة دي العلاقة دي حصل فيها هدم وانت متنين فيها فرصة اه اه والهدم ده حصل بشكل مفاجئ والتجريح حصل بشكل مفاجئ وحصل بسرعة والا يعني كله كل الاكشن والرياكشن كله حصل بشكل بشكل سريع انت مش عارف هو ده حصل ازاي وده سبب الضغط اللي عندك ده وسبب الحيرة اللي عندك ممكن دي مؤثر حيرة تكون دين شخصين او تكون دين رأيين انك ترجع للعلاقة او انك ما ترجعش بعتذر لو في دوشة اه بس انا قاعدة كان بالبالكونة شوية بس بعتذر لو في دوشة شوية وانا حاول عادي فوتي كمان اه انا شايفك اه انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون يعني لو الحاجات دي حصلت من طرف التاني يكون هو اللي مستني انك تدي له فرصة اه في فرصة هتتقدم لك اه وشايفك بتتغير تماما يعني بتحاول تاخد الامور اه بشكل هاي جدا بتحاول تروت كل اللي حواليك او الطرف التاني يعني انت تستعمل معي اسلوب مختلف تماما اسلوب فيه بكاء وفيه حكمة وفيه ضوء اه اول طرف التاني هو اللي يعمل معك كده يعني هو اللي نشيبه هو لغلطون هو يعمل معك كده اه يبعد عن العصبية والاا والحدة في الكلام ويبتدي يتعامل معك بشكل اه اه شوية فيه سياسة يعني شوية فيه سياسة في تساهم اه عايز يسيطر عليه اه او على تسيرة من الناحية دي بس مش بشكل وحش يعني بشكل كويس مش يسيطر على تسيرك بشكل وحش لأ بشكل كويس او انفع اه اللي جاي لك بعد كده برج العزراء اه انا شايته فيه عندك انتصار انتصار اه في العلاقة العصفية اه يعني بعد صعب وبعد جهد كبير جدا لبعضكم ممكن فيها علاقة تعب فيها كتير اه لبعضكم ممكن تكون وكنتوا منفصلين اه لبعضكم ممكن يكون اه غير مرتبطين اه رسميا وانت احاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كتير ومن غير فايدة فالعلاقة دي ازاي ان كمان ما شفنا في الطاقة بتاعتك انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار اه بشكل او باخر اه لكن انا شايفة ان انت كمان ممكن تكون بتتعمل يعني انت باهل لك هنا اه فيه كرتين انتصار اه في علاقة انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها توقم روح يعني علاقة اه فيها حب ومسابيه بل اه انت بتحب الشريط والشريط كمان بيبدلك نفس الشعور هو كمان بيحبك اه 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 حصل فيها شوية قلق اه شوية زعل اه شوية ضمود حاجات غمضة عنك او عن الصرف الثاني لكن بعد التعب اللي انت تعبته ده اه فيه انتصار يعني انت الكارث بتاعك اللي انت بتشتغل فيه او تشتغل على علاقة او انتصارك او جهدك ده كله كارث ده جنبه من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كارثين انتصار فانت عندك اه انتصار ورجوع يعني ممكن اللي مستني ورجوع اللي شريك منفصل عنه اه فيه رجوع ان شاء الله انا شايفة فيه رجوع اه وترسيما للعلاقة اه فيه فرح فيه سعادة فيه دواج اه البعض ممكن خطوبة وارتباط اه يعني بعد فترة كمان اه شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات او او في حاجات كنت متسلع او متهور فيها او او ما فكرتش فيها قبل ما تعملها اه 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 يعني بعد كمان اه 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 كنت في بعضكو كمان كانت علاقة هو فقط فيها الامل تماما يعني اه وممكن كمان اقول اه انها علاقة يعني كان مقدر لها الانتهاء علاقة مقدر لها الانتهاء برغم من صعوبة وبرغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او صرف التاني تحملكو فيها كتير او قلتو يعني ان نحاير ان العلاقة دي ما تنفيهش او انها تستمر لكن هي اه اه يعني ان الطاوب يقولك انه ده كان قدرا لازم يحصل لازم يحصل لدروس ممكن تكون دروس ممكن تكون علشان بعد كده تكون حاضر اه تخلي بالك اه 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 شايتك تمان بين صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد وانك تخلي بالك من اه اه حياتك اه اه العاصفية او العائلية اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله تخلي بالك كمان على مجهوداتك يعني انت فيها علاقة قد انت فيها مجهود كبير قوي لكن شوية كنت متهور او الطرف الثاني كنت تتعامل مع شخص اه اه متهور او مش مقابل مسؤولية العلاقة او مسؤولية زواج او مسؤولية ارتباط اه شايثة فيه تغيير جاي في الفترة اللي جاية فيه تبسيم العلاقة فيه رجوع اه اه فيه رجوع اه اه فيه رجوع لمنفصلين اه اه شايثة كمان اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص يعني مع طرف تاني يكون اه مختلف عنك يعني انتو الاثنين تكونوا مش شبه بعض تكونوا جنسيات مختلفة او انت بلد وهو بلد اه اه لكن فيه بينكو اه تواصل روحي قوي جدا اه اه انتو الاثنين بتستكروا بعض كتير بذلك في الفترة بالليل اه كتير بتستكروا بعض كتير شايفة طرف الثاني حزين حزين بسبب البعض اه كمان انا شايفة هنا ابراغ اه عقرب وتراثون اه معيك يا برج الازراء والابراغ النارية كمان معيك اه اه لكن شايفة فيه قرار اه بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد شايفة فيه قرار انت هتقدو اه يعني بعد سماعك لاخبار يعني ممكن فيه اخبار تسمعها قريب اه بناءا عليه انت هتاخد قرار ولو بعضك الفضاء متوقف او معلق او اه او بقاله فترة مش بيزغير انت هيكون في ايدة القرار انت هتاخد القرار بس بعد ان فيه اخبار هتسمعها خبر او اتنين هي مش اخبار سيئة لا اه هي اخبار قويسة اه فانت هتاخد قرار اه والقرار ده هيكون ثانين لان انا شايفة تذكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة مش مدخل في العاطفة خالص اه هيكون بعقلك بس فشايفك في الفترة اللي جاية ان شاء الله في فرار هتقدر تاخده اه وشايفة ان انت مستني فرصة او الطرف التاني مستني ما تديره فرصة تانية اه اه لكن في بعدها اه ان شاء الله ترتين العلاقة او زواجي في ارتباط او رجوع لشخص هو بيستعل اه توقع مروح او اه للعزبين ممكن تكون في ارتباط مع شخص توقع مروحك او هتقابل توقع مروحك ان شاء الله في القريب وهيحصل تارثين للعلاقة دي وشايفك منتصر منتصر مرتين يا برج العزراء ان شاء الله النصيحة بتاعك اول اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي اه انا شايفة الطرف التاني بيفكر اه ممكن دايما قلت في بعضوك الطرف التاني يكون متافر او انتم متبعدين مع بعض في اخبار هتسمعوها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قرار لا يجب ياخده ولازم القرار ده يكون فيه عدل آآ بخصوص العلاقة الثلاثية لو ما فيش علاقة ثلاثية يبقى القرار ده هيتصدق انتم الاثنين جدا وهتحتفلوا به انتم الاثنين يعني القرار اللي هيستخد ده مش آآ حاجة هتكون ضد مصلحتك لأ انتم الاثنين هتكونوا مرففوصين وانتم الاثنين هتحتفلوا به وهتكونوا مففوصين جدا آآ شايفة لطرف الثاني بيستكرك كتير آآ بيبص عليك كتير ممكن بيتواصل معك روحيا آآ تذكيره فيك بشكل متواصل لو انت بتفكر فيه حالين هيكون بالافتر بسبب تذكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعت حالك آآ آآ شايفة بيبص عليك بيرقبك آآ بيستكر بكرياتكو مع بعض آآ بيستكر كلامك بصرفوصك آآ شايفة كمان اللي هو بيشوفك انت ليه آآ 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 البصان يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز يعيش معيها ده اللي انا شايفة آآ من تذكير الثرف التاني في الطاقة اللي موجودة قداني حاليا يا برج العزراء النصيحة بتاعتك يا برج العزراء للفترة اللي جاية عنديني شوفك انت حصل لك ايه وايه نصحتك اللي بيقدمها لك اصاروا بيقولك تبتاش فيه آآ حاول تاخد وقت مع نفسك تاخد وقت مع نفسك ان انت تتفكر ان انت تسيطر على نفسك على اعصابك ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك وانك تطلع من المسئليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها لأ خرج كل السيور دي من جسمك ومن فقطك ومن حياتك يبتدي آآ تستشفي طواد لوحدك تعمل آآ تأمل تعمل استشفاء يعني اخرج من الطاقة السلبية وحاول تتصر بهدوء علشان توصل لحلول آآ أو عشان توصل للمراحل اللي احنا تكلمنا عنها في القراءة آآ آآ الحياة السعيدة والمتقرة واللي احنا شوفنيه في القراءة كمان بعضكم ممكن يكون آآ بينصحك لو انت آآ مدمن على شيء ايا كان الشيء ده هو ايه آآ يعني يعني متعلق بشخصي جدا انك حاول تخرج من الطاقة دي تسيطر تخرج من الطاقة دي آآ مدمن على تعاطي اي شيء آآ آآ سواء كان في الاكل او في الشرب او آآ اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرد آآ حاول ان انت تخرج منها كمان لو انت بتمر بحالة غضب شديدة من الشريك حاول ان انت آآ تخرج من الحالة دي آآ كمان لو بعضكم بيعاني من طاقة سلبية في حياته آآ سواء تحرق او حسد آآ كمان الثاره بينصحك انك تتخلص من الطاقة دي فانا يعني الحالة السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك سواء اي حاجة من اللي انا قلتها او كلهم حاول انك تتشفي منهم او انك تتخلص من الحالة السلبية اللي موجودة آآ محيطة بك في حياتك آآ كمان آآ يعني هنا بيطلب منك انك آآ في تفكر بحكمة تفكر بعقل آآ تستكشف الامور تفكر اكتر كمان عايز بيقولك بعمق آآ يعني ايه بعد عن العاطفة فكر آآ في عمق الاشياء آآ ممكن تكون بلي يخص العلاقة يعني ايه اللي يوصل الامور لكده ايه اللي ممكن الحلول اللي ممكن نعملها علشان الوضع العاطفي بتاعنا يتحسن هو هنا مطلوب منك انك تفكر بشكل عميق جوه آآ جوه الحالة نفسها مش بشكل عشوائي ولا بشكل آآ آآ خارجي يعني مبارا لا اكتشف وتعمق جوه الحالة العاطفية بتاعتك يعني احنا هنا بنتكلم عن الحالة العاطفية فالمقصود بيها هنا الحالة العاطفية بتاعتك ايه بعد عن اللوم كمان وعن العتاب في الفترة اللي جاية لان انت تبع عندك حاجات كتير اوي ملغبطة ملغبطة ولا تتدماغت آآ ما تتخليش يكون عندك كمان اغسيارات كتير اوي عشان ما تتلغبطش وآآ وتبتيج لوم نفسك كتير واو طلوم الاخرين كتير ابعد عن الحاكفين دي آآ تشويش في الافكار او انك تكون حاطس حاجات كتير اوي تدماغت لدرجة انك مش قادر تفكر في حاجة معينة الطلب ينسحك انك تباد عن الطاقة دي او الطريقة دي في التفكير لأ خليك خد وقت كده مع نفسك لوحدك وقتها دي واكتشف تفكر بعمر بعيدا عن الدبابية وبعيدا عن التفكير في حاجات كتير كلها متدخلة مع بعض آآ سأدل ان انا لوم نفسي او عاتب نفسي او لوم الطرف التاني كتير وعاتبه كتير وده يقدي لمشاكل اكتر في العلاقة او يقدي لانك انت تعتحس بنفسك كتير قوي يعني ممكن تكون بتدخل نفسك في دوامة ما في خلاص بسبب الافكار الكتير او تدخل الافكار في النغة لا تخد وقت مع نفسك وايه ده ابعد عن الغضب ابعد لانك تلوم نفسك ما تلومش نفسك ما تلومش الصرف الثاني لأ آآ 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 يعني ايه اختلي بنفسك وفكر بعمرك اكتر في العلاقة آآ القراءة بالنسبالك انفاهة برج العزراء ان شاء الله بالتوفيق والسعادة والحياة الجميلة لكم جميعا وبكل الابراج يعني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قراءة ترجمة نانسي قراءة